أنا مرات الليادات هم أشوفهم بالمجالس الخاصة يقعدون يسولفون وكذا صدق أكو شخصيات مهمة ونافذة بالدولة أنا أحترم كل المهن لو كانت تشاي تشي لو حمال لو يبيع مخفر لو هي وبعدين هب صار رفيع إيه هذا القدر إيه هذا القدر إيه شلون القدر صدق أنت مرت بيك يعني مرن عليك ذنب إيه كثير كثير من هال بس هو هذا قسمة الله سبحانه وتعالى شلون قسم يعني وما تشاءونا إلا أن يشاء الله الله سبحانه وتعالى يقول يا نجم أنت في يوم والأيام لازم أصير رئيس وزراء أصير رئيس وزراء نعم مدخي لك خلينا عايشين على قدنا والناس يعني أنا أضرب لك مثال أمثلة يعني شخص بالأف بي اس حماية مو حماية يعني ذول يوقفون بالباب في يوم والأيام دخل علي وأنا بالوزارة شاير رتبة فريق شنو؟ شاير رتبة فريق أنا فكرت شرطي شرطي بالأف بي اس أنا فكرت يستهزئ يعني قلت لك تعال شنو هاي حتى يعني تسمح لي قلت لك هاي شين أنت شاهل الفريق؟ محيب؟ قل لي لا أستاذ البارحة لبسوني رتبة فريق شاير يترشح منص؟ لا ولأتها بعد وراء شهر صار مدير عام صار مدير عام صار مدير عام وراء شهر شنو ناصب عليك؟ والله موجود حقيقي يرزق بعد عدل؟ بعد عدل وصديقي لا بس دقيقة هو شرطي هس يرفعون أضابط ملازم أول بس بعد قولي فريق والله فريق رسمي؟ رسمي شاير يا سنة هاي يمكن بالألفين وسبعة غضمانة أنا دريت تشايت سيمال باقر صار نقيب لا صار عقيد عقيد زين هم ما يخالف زين هذا لأبو الأف بي أس شون صار فريق؟ وغيره أكو أف بي أس لا لا أكمل لي هاي شلول صار مدير عام؟ بعدين وراء شهر يمكن شهر ونصف وراء الفريق؟ اي صار مدير عام الخدمات المصرفية مدير عام الخدمات المصرفية شون الشهادة هو؟ والله ما أعرف شهادة خلص زيقاير؟ ستة ليش؟ تقول النغل منه قمطة نغل ومذبوبة ما تدري ليش؟ نحن نريد أن نوصل نطلق الحية من الزاغور حتى من واحد يسألني ليش الدولة هذا نتاجها؟ أنت شاهد شرطي فريق مدير عام هسا تسوي تفريق سوي قائد فرقة زيل شنو علاقته بالخدمات المصرفية؟ مو هو كان بالمالي فترة الشحة وأكو محمم هم فريق صار وأكو محمم لواء وأكو أكو أف بي أس في أحد المصارف ودازني عليها أستاذ باقر قال لي رح شوفتي شنو قضيتها هذا شنو قضيتها؟ شوفت بحسابة 11 مليار شون؟ تعوي لك هاي من يلك أنت له 11 مليار؟ قالي أستاذ أنا اشتغل بعدين اسمحت صاير لواء طيار هو دقيقة أنت رحت السيد باقر شكبي رحت لقيت بحسابه 11 مليار وصير لواء طيار 11 مليار لواء طيار هاللواء طيار بعدين حصل هالدرجة ورا الـ 11 مليار ورا الـ 11 مليار يعني عده فلوس بس هو ما عندنا دليل واحد بأن هو بايك هاي الفلوس زين أنت سألت قلت له لك أنت شي اشتغلت؟ قل لي أشتغل بالعقارات وأشتغل وأعتقد يمكن هسا قناة شزمة سومر نيوز السومرية نيوز هالشي يعني قالبة الدنيا عليه أنا ما ريد أذكره اسماليان هو خش يعني أخلاقه حلوة شانت يعني ما ريد أطعم به زين يعني سواء لواء طيار مثل ما غيره حصله رتب هو حصل رتبه كان عدكم مسؤول تاني بيها مخضر؟ ايه كان اشتغل عامل في محل بيع الفواكه والخضر المحل ممالته؟ بالكوت لا لا عامل هو وصار مدير عام؟ بعدين أموره دتشت اجي انتقل للكاظمية صار حمال ينقل غراض يعني عنده حربانه وكذا وكذا بعده شاب بقدرة قادر تعين في دائرة مهمة وراء ثلاث سنوات صار مفتش حم مزارة المالية هم تقول لي الله سوى يعني هذا هم الله اطهد عشر مليار يعني ليش نتهم الله الله عدل بالتدريج الله كان من شرطي إلى فريق يرزق من يشاء بغير حساب يا أخوي مو الولد همه سيسوي يقول لك هذا رزقي هذا ايه؟ الله يقول يرزق من يشاء بغير حساب ويذل من يشاء ويعز من يشاء لك أنا هم السوني فلاكسال فمرة أنا ليش السنين ناس تجيني أعرفك أعرف فلان أودي هذا عين هذا وما أخذ هم بواحد ودا لي معاملت لقى استاد أنا هم قاعد ومدرشون باكت عيني هذا أنا تلكأته يا أنساء مجمول وبرامج وشغل وهذا يعني استحيت بالنا بصراحة أنا على شرع المطار أمشي ودك التليفوني لنا هذا فجاوبت قلت له والله آسف أنا مقصر بحقك قال لي لا استاد نجم نضم إياي بالموكب قال لي يا موكب قال هذا اللي نمشي زين هذا إش وقت تتعين إش وقت صار موكب إش وقت ترقاعة